السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حصلت على شهادة الماجستير بالإدارة الاستراتيجية الإدارة الاستراتيجية هو الموضوع الذي جئت إلى بريطانيا ليكون هدف الثاني الحقيقة بعد هدف الحصول على اللجوء والعيش في مكان آمن حصلت الحمد لله على الهدف الثاني قبل الهدف الأول أنا الآن أحمل شهادة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية الخبر الثاني هو أن الأخ مونيب المصري أكبر ثري فلسطيني في فلسطين والأردن اخترني لأقود الحملة الإعلامية المواكبة لحملته لمحاكمة بريطانيا أمام القضاء البريطاني على خلفية وعد بلفور وهذا يشرفني الحقيقة الموضوع الذي أنوي التحدث به اليوم هو المحمدات الأربعة من هم المحمدات الأربعة؟ ولماذا اخترت هذا الموضوع؟ اخترت هذا الموضوع بعد الإعلام عن زيارة محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات والقائد العام للقوات المسلحة في الإمارات لتركيا أنا الحقيقة سعيد جدا بالتقارب العربي التركي بتقارب أي دولة عربية مع تركيا معروف في مواقفي أنا لم أحد عن مواقفي أبدا ولم أتراجع عن مواقفي أبدا أنا أتحدث بشكل استراتيجي ونسجم مع تخصصي بالمسائل الاستراتيجية لا يشاهدني إلا النخبة وأنا سعيد بأنني لا أخاطب إلا النخبة بغض النظر عن من يدخلون من ذباب المراحيض ويعلقون بتعليقات مسيئة بغض النظر أنا لا أقرأ التعليقات لأن هناك فريق من المتطوعين أصدقائي يقرؤون هذه التعليقات ويردون عليها أنا أريد أن أتحدث عن المحمدات الأربعة وعن الجبهة المقابلة لهم جبهة من المراحيض الحقيقة بعضهم السماري في مصر وبعضهم في رامالله وبعضهم في هيوستون مراحيض في كل بلد سوف تجد مراحيض الحقيقة وذباب مراحيض دعوني أتحدث عن المحمدات الأربعة من هم أولا المحمدات الأربعة ولماذا اخترتهم لهذه الحلقة المحمدات الأربعة باختصار هم محمد دحلان القائد الفلسطيني الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة ومحمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات ومحمد بن راشد حاكم دبي ورئيس الحكومة في الإمارات ومحمد ولي عهد المملكة العربية السعودية كلهم محمدات كلهم عمالقة ولذلك تصلت عليهم الأسهم سوف تقرؤون أخبار كثيرة بأن تشوه هؤلاء تستاذف هؤلاء تكذب بحق هؤلاء الإعلام المعادي إعلام مغرد إعلام تافه إعلام يخاطب عامة الناس البسطاء من الناس يكذب عليهم ويضلل هؤلاء ويخدع هؤلاء ونحن علينا أن نكشف هذا التضليل وهذا الخدع الحقيقة أن هؤلاء يركزون على البناء المحمدات الأربعة المحمد الفلسطيني والمحمدين الإماراتيين والمحمد السعودي المحمد السعودي هو الذي يقود هذه المرحلة نعم نعم هو الذي يقود هذه المرحلة الشاب المتعلم محمد بن سلمان الذي اختاره والده من بين كل إخوته الذين يكبرونه سنا ويصغرونه سنا هو أكثر شخص تعرض للهجوم من الذباب الإلكتروني ومن هؤلاء المراحيض ومن الدول التي تموّلهم هو الذي يقود كل شيء هو الذي يقود محمد أحلام في الساحة الفلسطينية ومحمد الزايد ومحمد من راشد في الإمارات وهو الذي يقود كل محمد عربي كل محمد عربي هذا العربي هذا القائد العربي الأموي هو الذي يقود المرحلة بكل المعاني وبكل المقييس أقولها لكم بصراحة منذ أن أعلن أن هناك خطة عشرين ثلاثين والأسهم لم تتوقف في التصويب إلى جانبه لا تحتاج أي دولة في العالم لأكثر من عشر سنوات لكي تنهض من كبوتها وتصحو وتبدأ بمشاريع البناء والإعمار والبحث العلمي والتعليم حتى تصفح في مصافي الأمم المتقدمة البرازيل لم تحتاج أكثر من عشر سنوات لم تحتاج أكثر من عشر سنوات كانت دولة مديونة وأصبحت دولة مدينة لصندوق النقد الدولي دول كثيرة في العالم لا داعي لذكر الأسماء ونحن لا نحتاج لعشر سنوات بل نحتاج لأقل من عشر سنوات اليوم انظروا الحديث عن مصر إذا لم أذكر الرئيس السيسي هذا لا يعني بأنه لأن اسمه ليس محمد والحقيقة اسمه محمد عبد الفتاح السيسي في مصر يضعون اسم محمد للتبرك قبل الاسم الحقيقي أنا يجب أن أتحدث عن خمس محمدات خمس محمدات محمد عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد دحلان أقرأهم بهذا الاتجاه وأقرأهم بهذا الاتجاه هم خمس محمدات الذين سينقذون هذه الأمة من التخلف والجهل والتصدي والتصدي إلى مرحلة النهوض والوعي والمقاومة لا يكفي التصدي يجب أن نكون مقاومة ويجب أن نصل إلى مرحلة الهجوم على العدو بإذن الله هؤلاء هم المحمدات الخمسة كل القادمين من مصر من أصدقائي القادمين من مصر إلى لندن يؤكدون لي بأنهم يستثمرون في مصر لأن مصر اليوم أصبحت بيئة رائعة للاستثمار وبيئة رائعة في الأمن والاستقرار والقوانين وبيئة رائعة للبناء والتعمير والتنمية هذه هي صورة مصر الآن في الخارج على الشعب المصري أن يفرح لهذا القاهرة كانت مزبلة أصبحت حديقة عامة بالنظافة بكل شيء بالنظام بالترتيب أصبح هناك عاصمة أخرى تبنى خارج العاصمة لكي تخفف الضغط عن العاصمة التاريخية لمصر القاهرة هذه هي مصر اذهبوا إلى المملكة العربية السعودية سوف تشاهدون أول مدينة غير ربحية في الرياض سوف تشاهدون النمو المتواصل في نيوم سوف تشاهدون البنى التحتية ورشة كاملة من البنى التحتية في كل المدن السعودية ورشة كاملة من البنى التحتية الكهرباء الماء هذا موضوع ناسيه الناس لم يعود مطلبا ولم يعود في الحسمان البناء البيوت فرص العمل للشباب التعليم هذا هو المطلوب أنا من هذا الحزب أنا من حزب المحمدات الخمسة الذين لم يتوقفوا عن التخطيط والتجهيز للمستقبل للأجهال القادمة للمبدعين سعدت كثيرا عندما قرأت اليوم خبرا بأن الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية قد جنس عددا من الكفاءات العربية والمواهب العربية ومنحهم الجنسية السعودية كبرت كادت دمعتي أن تسقط لأنني فرحت هذا ما أطالب به لماذا الكفاءات العربية تذهب وتهرب إلى أوروبا والغرب لكي يستفيد منها النظام الغربي لماذا لا نستفيد منها في بلادنا فرحت وبكيت من الفرح بكيت من الفرح عندما قرأت هذا الخبر الخبر الثاني الذي أسعدني هو خبر أن ولي عهد أبو ضبي الأمير محمد بن زايد سوف يزور تركيا أيضا أبكاني من الفرح لأنني منذ البداية ومنذ أن أشأت هذه القناة لم يهاجم تركيا واعتبرت أن تركيا هي خط الدفاع الثاني عن الإسلام بعد خط الدفاع الأول ألا وهو الأمة العربية نحن متكاملون مع الأتراك الذين حموا بيضة الإسلام لمئات السنين نعم هناك سلبيات نعم هناك جراح نعم هناك مفارقات ولكن الحقيقة تقتضي بأن نكون نحن والأتراك يدا واحدة هذا هو التفكير للاستراتيج السليم وهذه هي الدبلوماسية العربية الشجاعة وأرجو أن يقابل الأتراك هذه الدبلوماسية العربية الشجاعة بدبلوماسية تركية شجاعة الأتراك اليوم أكثر من 200 مليون الدول التركية لا تقتصر على تركيا الحالية دول تركية كثيرة أمة تركية أمة بكل معنى الكلمة وهناك أمة عربية يجب أن نضع بأيدينا بأيدي بعضنا البعض لكي نتصدى للشرق والغرب من هم الفرس قلة قليلة تافهة تزرع الفتن نستطيع أن نتلبه لهذه الفتن أنا سعيد جداً بهذه الأخبار اليوم وسعيد جداً بأن الرأي العام العربي سوف يكتشف عما قريب نتائج اللقاء التركي العربي من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل تمثل كل المحور العربي المقاوم للغزوات الخارجية محور السعودية ومصر والبحرين والإمارات والكويت والمغرب والجزائر وكل هذه الدول هذه الخطوة الإماراتية تمثل كل هذه الدول شاء من شاء وأب من أب تمثل كل هذه الدول نحن كأمة عربية لدينا مصلحة مع تركيا لدينا تاريخ مع تركيا لدينا عقيدة مع تركيا حتى وإن لم يعجب هذا الكلام بعض الجهلة من الأقليات أو غير الأقليات لأن تركيا في ليبيا استطعنا أن نصل لحل مشترك في ليبيا يقضي بترشيح سيف الإسلام القذافي لحكم ليبيا من جديد لأن تركيا في ليبيا لو كانت إيران في ليبيا لما استطعنا أن نصل إلى هذا إيران في الإعراق واليمن ولبنان وسوريا لن نصل معها إلى حل إلا بالقوة والتناحر والدماء إيران دولة غازية تركيا دولة منافسة العدو الصهيوني دولة غازية باسم المسيحيين في الغرب رأس حربتها اليهود علينا أن نعرف من هم الغزات ومن هم المنافسون وربما نلتقي نحن المنافسون لصد الغزات تركيا منتصرة في ناكورني كارباخ تركيا منتصرة في تحويل أذربيجان من الطائفة الشيعية إلى الطائفة السنية تركيا منتصرة في انتزاع عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى حضن الأمة التركية هذا انتصار التركي استراتيجيا يختمنا طالبان منتصرة لأن أمريكا لم تجد إلا طالبان تمسك بالحكم في أفغانستان لمواجهة الصين طالبان اليوم تدعم إيجور الصين الأتراك الإيجور المقبوعون المظلومون في الصين يجب أن نقف إلى جانبهم كما يجب أن نقف إلى جانب المسلمين المقهورين في الهند في الهند نعم هناك قضايا إسلامية كانت مغيبة بحكم الخلافات الإسلامية الإسلامية يجب أن نفهم هذا أنا أحيي الشجاعة الإماراتية شجاعة الدبلوماسية الإماراتية أحيي كل المستشارين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين انتبهوا لمسألة تركيا أنا لطالما تحدثت عن هذا الموضوع تركيا حريف وليست عدو حريف منافس والمنافسة تؤدي إلى تقدم الطرفين فلنتحالف مع تركيا فلنتقارب مع تركيا فلتكن تركيا صديقا وهذه الأصوات التي تتحدث عن أن الاتفاق الإماراتي التركي الجديد سيؤدي إلى محاربة مصر ووقف التصدير الإماراتي إلى تركيا من خلال قناة السويس أين هو التصدير الإماراتي لتركيا؟ تركيا هي التي تصدر بعدين مضحك هذا الولد أولاد على السوشال ميديا وعلى اليوتيوب يتلاعبون بعقول الناس يظنون بأن الناس بلهاء الناس أذكياء المشاهدون والمستمعون أذكياء لم يعد أحد بليها أنبذوا هذه الترهات من هؤلاء الناس المسطاء الفقراء الذين شاءت الأقدار أن يفتحوا قنوات على يوتيوب ويلقونا بما لديهم من هبل على الناس ألقوا بهم خارجا أخرجوا من قنواتهم لا تجعلوهم يؤثرون على أفكاركم ومواقفكم الأمة بالاتجاه الصحيح بفضل وجود المحمدات الخمس خمس محمدات يقدون الأمة في القرن الواحد والعشرين علينا أن نثق بهم أن نصطف حولهم ووراءهم لكي نصل إلى الأفضل محمد أحلان يشكل حلاً وبديلاً في الساحة الفلسطينية هذه حقيقة هذه حقيقة من يحرص على إضاءة خان يونس ويدفع أربعمائة ألف دولار لإضاءة الشوارع في خان يونس مختلف عن من يضع لبنان تحت العتمة من يدفع للذين يريدون إنجاب الأطفال في غزة مئات ملايين الدولارات من أجل تشجيعهم على الإنجاب وهم لا ينجبون من يزوج الشباب على نفقته من وضع وجعل زوجته تشرف على عشرات الجمعيات الأهلية لخدمة الناس ومساعدة الفقراء هذا يستحق كل الإحترام والتقدير ومن يهاجمه لا يستحق إلا أن نتف عليه كفى غباء من يبني شيء ومن يهدم شيئا آخر من يريد لنا الطريق شيء ومن يجعلها مظلمة شيئا آخر من يشجع الطلاب ويعطيهم المنح للتعلم شيء ومن يحرمهم من حقوقهم ويسرق حقوقهم شيئا آخر هناك فرق أنا لهذه الأمة أن تصحوا أنا للجميع أن يعرف الغث من السمين وأن يميز ويفرق بين المتحدث ومتحدث بين قناة وقناة بين حالة وحالة نحن مع البنائين الخمسة أعود وأكرر البناءون الخمسة هم الذين يقودون الأمة اليوم محمد أحلان يقود القضية الفلسطينية التي هي عصب الثقافة العربية تجاه عدو معرف هو إسرائيل فلنبحث عن الطريقة الأمثل للوقوف في وجه الغرب من خلال الوقوف في وجه إسرائيل ومحمد بن سلمان يقود دول الخليج في وجه إيران وتدخلات إيران وتخريب إيران وميليشيات إيران وهناك محمد بن زايد ومحمد بن راشد يقدمان النماذج الإبداعية في البناء والتقدم والوصول إلى الفضاء ومخاطبة المستقبل ماذا نريد أكثر من هؤلاء القادة الخمسة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لكي نقول بأننا بخير وبأننا أمة تمتلك مشروعا حقيقيا للمستقبل يقف في وجه العدوان ويصل إلى أعلى القمم بالتعاون والتعاضد والتعليم والبحث العلمي نحن بألف خير كأمة عربية لا طالما أننا نمتلك المحمدات الخمس أضام الله على رأس هذه الأمة هؤلاء البناءون هؤلاء الذين يحضون على التعليم والزراعة والصناعة والبناء والبناء التحتية وكل المشاريع المستقبلية أدامهم الله علينا أن ندعو لهم وأن نقف إلى جانبهم وأن لا نستمع لمن يشوش على علاقتهم وعلى تحالفهم وعلى تعاضدهم وعلى تفكيرهم الاستراتيجي وعلى علاقاتهم الخارجية التي يتفقون عليها فيما بينهم من دون الإعلان ولكن المشوشون كثر والمراحيض كثر وعلينا أن نتلبه لذباب المراحيض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته